ترحيب قوبل به مشروع التوافق الوطني الذي حمله عبدالرزق مقري هذه المرة لقيادة جبهة المستقبل تقارب في وجهة النظر بين الحزبين بخصوص فحوى المبادرة سياسيا واقتصاديا هناك تقارب كبير جدا في التقييم وناقشنا مع بعض أدوات التغيير ووسائل التغيير سمعنا الإخوان طرحوا علينا نحن في نقاش كان تبادل الأفكار تفقنا مع بعضنا البعض في كثير من الأفكار وما زال الحواره مفتوح مقري وفي لقائه مع الصحافة عاد إلى التحفظات التي أبداها الحزب العتيد والأرندي والتي حالت دون دعمهم الكامل لمبادرة التوافق الوطني لما نلتقي مع أحزاب الموالات خاصة الأرندي والأفلان أنهم يقبلوا لك المبدأ أن تعد توافق ولكن يجب أن ينخرق ضمن العهدة الخامسة أو ضمن الاستمرارية مبادرة حمس وإن لم تلقى الدعم اللازم من قبل أحزاب الموالات إلا أن جبهة المستقبل اعتبرت الشعب سيد القرار بخصوص رئاسية الـ 2019 تحفظات والموالات قابلها رد المؤسسة العسكرية والتي دعت إلى عدم إقحامها في الحياة السياسية بالتدكير بدورها الدستوري حراك سياسي بخلفية مبادرة حمس يأتي على بعد أشهر من رئاسية الـ 2019 فهل سيحقق مشروع التوافق الوطني الأهداف التي خط من أجلها بعد كل هذه التباينات في مواقف الأحزاب؟